أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على جراق مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما وانذر آباؤهم فهم غافلون لقد رق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناطهم مبلالا فهي إلى الأوقان فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فعبشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ما أنذرتهم ومن لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نعلم ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحسيناه فيه إمام مبين واظربنا مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل برسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنذر من لا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا لغينا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنطوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب النريم قالوا قائركم معكم أيهم ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بغر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون إني ذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي عالمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيعة واحدة فإذا هم خامدون يا عزرة على العباد ما يأتيهم من رسول إذن الله كانوا بيستازيون ألم يروا كما لكنا قبلهم من القرون أنهم إليه فلا يرجعون وإنهم كنا لهم جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وماملة ويدهم أفلا يشكرون سبحان الذي خرق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومنا وفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ما ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبضي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبعون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في الفلك المشعون وحرقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نبرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع الملاعين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا أنها معدقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله وطعمه إن نموت إلا في غلال مبين ويقولون متى ذا الواد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيعة واعدة تأخذه ورمي يرسمون فلا يستطيعون نرسي فهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيعة واعدة فإذا هم جميعا لدينا منضرين فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سغلهم فاكيون وهو أزواجهم في ظلال ضلال مرائك متكيون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيقان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أجل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطب على أفراههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا رجلهم بما كانوا يقصدون ولو نشاء ونطمسنا على عيونهم فاستبعوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء ولمصخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مجيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر وما ينبغي لك إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان عيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم من معاملة أيدينا أنعما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومسارب أعفا لا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة رأى لهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود محضرون فلا يحسود قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من مطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ومسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشعها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر والخضر نارا فإذا موتوا منه توقضون أوليس الذي خلق الصماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل أهو الخلق العليم إنما أمروا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول حسب رعنا الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون